ذرف الدموع يومها كلهم أو أغلبهم وحينها كان هو يبلغ من العمر تسع سنوات فكان شاهداً على المأساة مأساة مراكانة وتلكم القصة الشهيرة حين أخفقت بلاد السامبا في معانقة لقبها الأول والكأس بين ظهرانيها لتتخلى عنه كرهاً أمام الأورجوي في مشهد يقض مضاجع البرازليين إلى يوم الناس هذا ولم يكن ذلك الفتى الأسطوري المفجوع سوى إديسون أرنتيز دونا سيمينتو الشهير بعد ذلك بيبلي لتبدأ مذاك رحلة التمييز ولنقل معانقة المجد من كل أطرافه جاء كأس العالم في السويد عام 58 وكان ابن سليساو يكاد يبلغ السابعة عشر من عمره لكن ذلك لم يمنعه من أن يقدم نفسه في أحسن ما يكون فنال اللقب العالمي مع باقي الرفاق إنجاز سيتكرر في المونديال التالي حين حسم بيلي ومنتخبه اللقب في تشيلي وما هي إلا الصراحة سنوات ثمان حتى نضج اللاعب الأسطورة ليجعل من محطة المونديال المكسيك عام سبعين موعداً لا ينسى توجته البرازيل بنجمة ثالثة خالدة واحتفظت بكأس جول ريمي مرة وإلى الأبد يجد نفسه بيلي مفتقداً للحافز فيقرر الرحيل إلى الولايات المتحدة في صفقة قيل حينها إنها ستجلب المنفعة للطرفين جنى منها اللاعب الأسطوري ستة ملايين دولار في عقد مع فريق نيويورك كوزموس وبالمقابل رأت بلاد العم سام في ذلك خطوة جبارة لبسط عشق الساحرة المستديرة في تلكم البلاد لم يطل مقام الأسطورة كثيراً فقرر لاعتزال عام سبعة وسبعين لكن الصفحة حقاً لم تطوى لقد أضحى بيلي أيقونة كل الأجيال وما زال حتى وقد تجاوز عمره الثمانين حولها بيلي الجوهرة السوداء يستعصي على النسيان